اشتركوا في القناة نشرت رغض صدام حسين بنت الرئيس السابق صدام حسين قصيدة كتبها والدها بخط يده عن قطر عام 2005 جاء ذلك في تغريدة لرغض ناشرة صورة للورقة التي كتب عليها صدام حسين أبيات الشعر الموجهة لقطر والتي حملت توقيع وانتهت بتاريخ 4 من ديسمبر عام 2005 قائلة بتعليق شعر كتبه الرئيس الشهيد صدام حسين الى دولة قطر وقال صدام حسين في مطلع شعره وفقا لما نشرته رغض قطر العروبة والقطر بها عنبر من يهبه الله عطاء لا يزغر عدت هبوة غريبة فأشعلت نارها واحتجب عن ديارنا الغيس والمطر وجدناها وتحمي ألمها عند أهلاه شرف لا يزغر ولو كان مني خطأ في هذه القصيدة فسمحوني ولا تهدموني إخواني وأخواتي لأن الصراحة أول مرة أسمع الشعر ده وأنا ضعيفة جدا في الشعر يا رب الفديو يعجبكم لا تنسوا تدعمونا باللايك واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته